تعالوا كمان نتابع حال الطرق والمحاور لو فيه اي اصلاحات او فيه اي تعديل او خدمات مررية لتيسير حركة السيارات وده بيبقى بخلال صورة حية ومباشرة وزميلي عاصم الشندويلي المتواجد داخل الادارة العامة للمرور لمتابعة حركة المرور صباح الفولي عاصم يا صباح الخير يا جاد تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهد الصباح الخير والبركة والسعادة عليهم من داخل غرفة العامة للمرور برحب بحضرتكم واسمحوا لي في البداية يقول كل عام وكل امرأة مصرية بألف خير وصحة وسعادة بمناسبة نهاردة 21 مارس عيد الام كل عام وانتم دايما درع الامن والامان لينا والدفا والحنية كل عام والامة المصرية داعمة لابنائها ووطنها طبعا يا جاد عندنا مؤشر في غاية الاهمية مؤثر الحقيقة بشكل يعني ملحوظ الى حد ما على حالة الطرق وهو الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة وسقوط الامطار الخفيفة الى متوسطة على اغلب الانحاء عشان كده بنحضر كل قائد المركبات عليهم الاتباع التام لكل القواعد المرورية وايضا انخفاض السرعة خاصة في هذه التوقيتات اللي بيبقى فيها يعني بعض الاثار على الطرق من الامطار اللي احنا شاهدناها امس ويمكن النهاردة كان فيه امطار خفيفة خالص في الساعات الاولى من الصباح عشان كده يريدكم لنا توخى الحظر اسناية القيادة على الطرق وتحديدا الطرق الرئيسية تعالوا بقى مع بعض ناخد جولة في حالة الطرق من خلال هذه الكاميرات المثبتة اعلى الطرق ونبدأ مع حضراتكم بمحور 26 يوليو ولو شفنا مع حضراتكم القادم بقى من مناطق زايد واكتوبر ومتاجه الى ميدان لبنان والمهندسين حالة من الاحجام المرية نظر لطبيعة الطريق الضيقة واعمال التطوير للطرح اخلي الامر طبعا لترتب عليه تواجد مكسف مقابل الرجال المرسى هذه المنطقة لاحداث السيولة المرية لحظة بلحظة اما الاتجاه الاخر القادم بقى من ميدان لبنان والمهندسين ومتاجه الى مناطق زايد والصحراوي وايضا مناطق اكتوبر فحالة من السيولة المرية التامة في هذا الاتجاه نروح بقى مع حضراتكم لبعد هذه الجزئية وهو كبري السودان وياخد معانا من منطقة محور 26 يوليو وكمل معانا بقى لحد 15 مايو ثم بعد كده مناطق الزمالي ولو شفنا هذا الاتجاه اللي جاي هنا بقى من مناطق ميدان لبنان ومناطق شارع السودان ومتاجه بقى الى مناطق كبري 15 مايو والمهندسين واحمد عرابي ثم بعد ذلك مناطق الزمالي فحالة من الاحجام المرية ولكن يعني في سيولة الى حد ما ولكن في احجام مرية على هذا الاتجاه اما الاتجاه الاخر القادم بقى من مناطق ميدان لبنان ومناطق الزمالي والمهندسين ومتاجه الى مناطق زايد ومناطق اكتوبر فحالة من السيولة المرية التامة نروح بقى مع حضراتكم لجزئية اخرى وهو الدائري والقادم بقى من مناطق الدائري ثواء مناطق الزراعي وكبري صفطة ومتاجه بقى الى مناطق طريق الوحات او نزلة الصحراوي فحالة من السيولة المرية التامة واللي جاي هنا بقى من الطريق الصحراوي طلعت الدائري اعلى الرماية ومتاجه الى بقى المناطق الاخرى على الدائري فحالة من السيولة المرية التامة واللي جاي هنا بقى مدينة الثالث من اكتوبر طريق الوحات مدينة الانتاج الاعلام حد اكتوبر ثم باقي المنطقة على الدائري في حالة من الأحجام المورية يعني البسيطة ولكن العملية تسير يعني بكل سهولة ويسر في جزئية بقى نزلة الدائري في اتجاه الرماية اتقفلت فيه يعني تحويلة حصلت بالها يومين قدام المتحف المصري نظرا ليه أعمال قط الرابع ليه المترو فحبابنا اللي جايين من على الدائري ونزلين نزلة الرماية هيوصلوا لحد أول بوابة للمتحف مصري كبير وهيرفه ويرجعوا تاني كأنهم راحين على طريق مصر بسكنبيرا الصحراء ثم بعد ذلك يمين ثم بعد ذلك يمين هواديهم على طول على ميدان الرماية ثم بعد ذلك طريق الفيوم نروح بقى مع حضرتكم ليه منطقة أخرى أعلى الدائري القادم بقى من هنا دائري المريوطية ومتاجه بقى إلى دائري المعادي ثم بعد ذلك المنيب ثم مناطق التجمع في حالة من السيولة المورية التامة طلعت البحر الأعظم المتاجه إلى الدائري برضو فيها حالة من السيولة المورية التامة وأيضا النزلة القاصر بالبحر الأعظم حالة من السيولة المورية التامة واللي قادم بقى من مناطق التجمع ومناطق حدايا المعادة ومتجه إلى يعني باقي المناطق على الدائري نزلة البحر الأعظم منطقة الدائري الخاص بالمريوطية فحالة من السيولة المرورية التامة أيضا في هذا الاتجاه نوح بقى مع حضركم لنقطة فغاية الأهمية أعلى الدائري وتحديدا عند منزل الصعيد لو احنا شايفين قدام حضركم على الشاشة فحالة من الكسفات المرورية في هذا الاتجاه نظرا لأعمال التوسع اللي بتلحق ليه يمكن الدائري من جزئية دي لجزئية دي الحقت به عملية التطوير وتم إضافتها ليه الدائري اللي كان متواجد قبل ذلك ولكن ما زالت أعمال التطوير في بقى المناطق يعني شغالة فبالتالي ترتب عليها هذه الأحجام المرورية أما هذا الاتجاه الآخر القادم بقى من الكنيسة ومناطق التجمع ثم بقى المناطق الأخرى على الدائري فحالة من السيولة المرورية التامة في هذا الاتجاه نروح بقى مع حضرتكم لكبرى صفت واللي جاي هنا بقى من يعني الزراعي وبقى المناطق على الدائري ثم بعد ذلك ياخد طريق صفت واللي جاي برضو من كرداسة واخد كبرى صفت نازلة الجامعة فحالة من السيولة المرورية التامة وأيضا الدائري أشهد صفت في الاتجاه حالة من السيولة المرورية التامة نروح أيضا مع حضرتكم لداندي مولعو الطريق الصحراوي والقادم بقى من بوابات القاهرة الإسكندرية ومتجه إلى الدائري أو المحور في حالة من السيولة المرورية التامة وأيضا القادم بقى من نازلة الدائري ومنازلة المحور ثم أبو رواش وبعد ذلك بوابات القارى إسكندرية الصحراوي حالة من السيولة المرورية التامة وهنا نقدر نقول في تحويلة مرورية مهمة جدا الناس اللي جاية من إسكندرية بدل ما ياخدوا الطريق الصحراوي وبعد كده ياخدوا الدائري أو المحور ممكن ياخدوا على طول كوبري تحية مصر أو كوبري روض الفرج اللي هيوصلهم على طول إلى مناطق وسط العاصمة ومناطق يعني أفضل مما يشتوكوا في وقت الزروة الدائري والمحور ونختتم بقى مع حضرتكم به نفق الإن إفا تجمع حالة من السيولة المرورية التامة كمان بناحية علم السادة المشاهدين أن الإدارة العامة المهمة المخصصة رقم 122-114 ده رقم ليه التدخل السريع يقدر الله لو أي حد أصابه أي مكروه على أي طريق ممكن نتصل على هذا رقم 022-114 مرة تانية صباح الخير والبارك والسعادة على عدرتكم مشاهدي صباح البلد كحياتي ليك يا محمد ومرة تانية كل سنة وكل أم مصرية بألف خير وصحة وسعادة ومناسبة عيد الأم 21 مارس نرجع لحالكم مشاهدينا مرة تانية للستوديو عشان نستكمل بأي فقط برنامجنا النهاردة بصباح البلد